والعالم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث اليوم السبت 16 أيار 2015 سبحانه اللي رحب بضيفي بستوديو عضو كتلة الوفاء للمقاومة سعادة نائب الوليد سكرية صباح الخير جنرال أهلا وسهلا فيك شرفتنا طبعا يوم عنوين هلأت كل وقت بدنا إن شاء الله لوقتي ساعدنا أنه نتناولها كلها من المواضيع السياسية الداخلية من المؤتمر الصحافي وكنم العماد مشارعون بالأمس سيدة بالسياسة بالموضوع الداخلي أيضا بالسياسة والقضاء موضوع المحكمة العسكرية وهذه الحملة يلي قايدة طيار المستقبل على المحكمة العسكرية على خلفية الحكم على الوزير السابق ميشيل سميحة وفي عاصفي يعني ماشي معه ويبدو أنه رحيم بالموضوع إلى الآخر ومستحوز قسم كبير من هالموضوع معركة القلمون يلي مثل ما قال سماحة السيد عم تحكي عن حالة كمان وهذا انتصار للمقاومة يضاف إلى انتصارات السابقة على هذا الإرهاب يلي محيط بنا من كل طرف وغيرها من المواضيع الداخلية كمان يلي بنا نحكي فيها نحن وياك وكمان أكيد رح نروح شوي إلى الموضوع الإقليمي قد ما بيسمح لنا الوقت بالآخر لا لا هو لازم كتير بس حنجارب قد ما فينا في مواضيع داخلية فرضت حالة علينا فرض أكيد لا رحنجارب قد ما فينا نتناول الأقليم لأنه بالنهاية هو اللي عم بيأثر على الداخل وهو اللي عم بيرسم مساراتنا في الداخل بابا ننسى كمان أنه مبارح كانت الذكرى السبعة وستين للنكبة رح نحكي عن هذا الموضوع نحن وياك ولا إذا بدك بنحكي منبلش بموضوع النكبة خلينا قبل نقوم بجولة إخبارية سريعة مع كلارا جحا نعود بعدها ونبدأ بالحوار شكرا لك سمر أهلا بكم أفادت قناة المنار هذا الصباح أن حزب الله فجر سيارة مفخخة كانت مجهزة بأكثر من خمسمائة كيلو جرام من المواد المتفجرة في معبر الفتلي الذي يربط بلدة رأس المعارة السورية بجرود نحل اللبنانية ومن أرض المعارك بثت المنار مساء أمس مشاهد خاصة عن تقدم الجيش السوري والمقاومة وسيطرتهم على جبال الباروح ومعبر الفتلي ومعسكر الكهف في جرود القلمون حيث رفع المقاومون العلم اللبناني وراية حزب الله من الجهة اللبنانية لجبال القلمون والعلم السوري من الجهة السورية بعد نزع راية جبهة النصرة وفي المشاهد الجديدة المصورة تظهر أيضا مواقع الإرهابيين الخالية بعد فرار المسلحين مخلفين وراءهم المزيد من الخسائر إلى ذلك تمكن الجيش السوري وحزب الله من بسط سيطرتهم الجمعة على كامل جرود رأس المعارة في القلمون بمساحة 78 كم مربع وأفيد بأنهم يتقدمون في جرود فليطة واستنهيار في صفوف المسلحين اشتركوا في القناة يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة عبر شاشة المنار عند الثامنة والنصف من مساء اليوم يتطرق فيها إلى التطورات الأخيرة لا سيما الأوضاع في منطقة القلمون أفادت الوكالة الوطنية للأعلام أن الجيش اللبناني قبض على أحد قيادي داعش في بلدة اللبوي في البقاع الشمالي كان فارا من عرسال في اتجاه الشمال اللبناني أفاد مراسلنا في مرجعيون جورج عشي أن قوة من العدو قوامها 15 جنديا مزودين بكلاب بوليسية أقدمت على اجتياز السياج التقني لبوابة الغجر المحتل من دون خرق الخط الأزرق وتوجه الجنود نحو حوض الوزاني وصاروا بمحاذات مجرى النهر قبالة منتزهات حصن الوزاني وعملوا على تمشيط المنطقة بمؤذرة دبابة ميركافا وآليتي هامر عند تلا تشرف على مجرى النهر قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة مع قناة العربية أن قمة كام ديفيد كانت ناجحة للغاية وأن بيان القمة الختمية عكس أهمية القضايا التي تم بحثها وأكد أوباما أن واشنطن تتمتع بعلاقات ممتازة مع دول مجلس التعاون وقال إننا ملتزمون أن لا تحصل إيران على أسلحة نووية موضحا أن الاتفاق مع طهران سيشمل آليات للتحقق من التزامها حيث سيكون عليها أن تكتسب ثقتنا وثقة المجتمع الدولي وأضاف أوضحت لقادة الخليج أن حل الملف النووي لا يعني حل كل أزمات إيران مشددا على أهمية تقوية العلاقات المشتركة بين دول الخليج ومجددا التزام واشنطن دعم حلفائها من خلال وجود عسكري قوي في منطقة الخليج واعدا بمزيد من المنوارات المشتركة أما بشأن الوضع في سوريا فاعتبر أوباما أن الموقف معقد للغاية ولا يوجد حل قريب قائلا هناك متطرفون معارضون للأسد متورطون في انتهاكات ونحن نعمل مع دول الخليج وتركيا لحل الأزمة السورية وهذا الحل لا يمكن أن يكون عسكريا وأضاف الأسد تخلص من أسلحته الكيميائية ولهذا لم نقصف في العراق أفادت مصادر أمنية أن تنظيم داعش سيطر على المجمع الحكومي في الرمادي مستوليا بذلك على معظم المدينة التي تعد مركز محافظة الأنبار وقال ضابط في شرطة الرمادي أن داعش سيطر على المجمع الحكومي وسط المدينة ورفع راية التنظيم فوق مبنى قيادة شرطة الأنبار بعد انسحاب القوات الأمنية من المجمع إلى مقر قيادة عمليات الأنبار شمالا وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت أن متطرفين من التنظيم هاجموا الرمادي الجمعة بست سيارات مفخخة للوصول إلى قلب المدينة ارتكب تنظيم داعش أمس الجمعة مجزرة في بلدة العامرية الواقعة شمالي مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فأن مقاتلي تنظيم أعدموا بالرصاص ثلاثة وعشرين مدنيا على الأقل بينهم تسعة أطفال في العامرية وأضاف أن من بين القتلى أفرادا من عائلات موظفين حكوميين مشيرا إلى أن مقاتلي تنظيم باتوا على بعد كيلومتر واحد من مواقع تدمر الأثرية في مستجدات اليمن أدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية إلى سقوط قتلى وجرح معظمهم من ميليشيات الحوثي في المدخل الشرقي لمدينة عتق عاصمة محافظة شبوى جنوبي البلاد كما قتل خمسة حوثيين على الأقل وأصيب آخرون في كمين للمقاومة الشعبية استهدف مركبة عسكرية تابعة لهم في منطقة الوعرة شمالي مدينة الضالع الجنوبية تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي اليوم الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضيتي الهروب من وادي النطرون والتخابر مع جهات أجنبية يأتي ذلك بعد وقت قصير من صدور الحكم الأول على مرسي في أحداث الاتحادية بالسجن المشدد عشرين عاما ويحاكم في قضية الهروب إلى جانب مرسي كبار قادة الإخوان وبينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائباه رشاد البيومي ومحمود عزة وقياديون آخرون في الجماعة بهذا نأتي إلى ختم الموجز عودة إلى الحدث والزميلة سمر أبو خليل شكرا كلارا برحب فيكم من جديد مشاهدينا وأبدأ الحوار مع ضيفي سعادة نائب البليد سكرية لو سعلا فيك من جديد جنرال خلينا نبدأ من ذكرة 67 للنكبة قبل ما نغوص بوحولنا الداخلية 67 سنة ما فيش يتغير وقت اللي اجتمعوا العرب اجتمعوا في مكان آخر طبعا أنا لو لم تطرح الموضوع معقول ما نطرح كون سأبدأ من نكبة 67 من نكبة فلسطين ومرور 67 سنة على هذه النكبة لأقول أن كل ما نشهده من أحداث في عالمنا العربي حتى في داخلنا اللبناني وكل ما نعانيه من مآسي وكل ما نعانيه من تخلف ومن فقر ومن جهل وكل ما نعانيه من فتن واقتتال وكل ما ينعكس علينا سلبا مرده لأصراع العربي الإسرائيلي لقضية فلسطين مرده الأساسي هي كيف نضمن الأمن القومي لإسرائيل لأن الغرب الاستعمار الغربي لهيمنته على هذه المنطقة طبعا مبدأين من أيام بريطانيا المبدأ الأول هي تفتيت المنطقة إلى دولات لا تقوى وعدم السماح بنشوء دولة قوية في هذه المنطقة أكانت قومية عربية أم كانت إسلامية أم كانت شيوعية أم كانت أي كانت ممنوع قيام دولة قوية مركزية في هذه المنطقة في قلب الشرق الأوسط لهو قلب العالم القديم اللي بيأثر على المصالح الغربي الأوروبية وعلى خطوط التجارة وعلى الموقع الجيوستراتيجي لأوروبا تماما أوروبا بتعتبره المجال الحيوي لا إله وأتت أمريكا لتحل محل الاستعمار الأوروبي وأصبحت هي راعية ذلك وهي المصيثر على الثروات في هذه المنطقة المبدأ الأول هي تقصيم المنطقة ومنع قيام قوي كبرى فيها المبدأ الثاني هي ضمان أمن إسرائيل وضمان أن تكون إسرائيل الدولة المتفوقة عسكريا على كل من يعاديها في هذه المنطقة لتكون القاعدة العسكرية بيد الاستعمار الغربي التي تستخدم لضرب كل من يتمرد على الهيمن الغربي عندما نشأت حركة التحرر العربي بزعامة الرئيس عبد الناصر بعد ثلاثة 52 وأخذت دورة تحرير الجزائر سقوط حرف بغداد ثورات واستقلال في أفريقيا وفي العالم العربي وفي كل مكان كان الحل أمام الغرب هي حرب 67 لإجهاض كل حركة التحرر مش العربية لبلل العالمية أيضا بعد حرب 67 حركات التحرر خمدت كلها وحرب 73 أمريكا تدخلت واستنفرت السلاح النووي لمواجهة الاتحاد السوفيتي لتضمن انتصار إسرائيل بالحرب بعد أن كانت مهزومة كي لا تفقد تفوق إسرائيل في المنطقة وتفقد هذه الأداة العسكرية المهيمة التي تستخدمها لفرض هيمنتها على المنطقة الآن شو تغير بعد 67 سنة؟ بعد 67 سنة العرب بعد حرب 73 يعني ناموا نومة أهل الكهف كما يقال أو أصيبوا بالأحباط المطلق أنه نحن عاما نحارب أمريكا غير قادرين على مقاتلة أمريكا فكل نظام أصبح يدافع عن نفسه والبعض ذهب إلى السلام مع إسرائيل لأنه ما فينا لأمريكا بقي النظام السوري بيقول أنا ممانعة ما بيقدر حرب مع إسرائيل حارب إسرائيل ولكن أنا ما بسلي بترك للأجيال القادمة يعني أن تقرر مستقبل هذه البلاد نظرا للتطورات لأن العالم دائما في حال التطور وصلنا إلى سقوط الاتحاد السوفيتي ومثلاه من سعي أمريكا للهيماني على المنطقة كل سواء كانت الثورة الإسلامية نشأة وقامت وأصبحت هي العدو الأول الذي يتهدد أمن إسرائيل ففورا كي لا تهدد أمن هذا الكيان دفعوا العراق لحرب مع إيران وجعلوا العراق سدا ما بين إيران وفلسطين حتى بحرب الكويت دمر العراق تدبيرا كاملا ولكن أبقي على النظام ليبقى عدوا لإيران يفصل إيران عن سوريا وعن فلسطين وبعد حرب تموز أمريكا حصلت متغيرات كبيرة نشأت جبع شمالية سوريا استعدت للحرب وأدركت أن المقاومة التي انتصرت في حرب تموز بقلتها وإمكانياتها المحدودة سوريا بإمكانيات أكبر فاستطيع أن تقوم بعمل مماثل وأكبر وأمريكا انصحبت من العراق بعد انصحاب أمريكا من العراق ماذا لو نشأت حالف سوريا عراق إيران هنا صار في معادلة تختلف أصبح هناك ثلاث مخاطر تتهدد الأمن القومي الإسرائيلي التهديد الأول هو أن يعمل فكرة المقاومة في العالم العربي ليصنهد العالم العربي لأنه بحرب تموز كل الشعوب العربية رحبت بإنجاز المقاومة وأعجبت بإنجاز المقاومة فلإبعاد المجتمعات العربية عن فكر المقاومة الذي استنهض ما ننسى أن شعب الجنوب بال82 ما واجه إسرائيل على أساس العين ما بتقوم المخرج ولكن المقاومة استنهضت هذا المجتمع من حالة الأحباط والياس وحوليته إلى المجتمع الذي انتصر على إسرائيل في تموز 2006 فهذا الفكر انعم العالم العربي واستنهض العالم العربي طاقات العالم العربي تقضي على إسرائيل فحوربت بالفتن المذهبي أن هاودي شيعة فارسيين صفويين يا عالم عربي سني أقع هاودي خطر عليك وليس خطر على إسرائيل وكأن من حارب إسرائيل لتحرير فلسطين أصبح خطرا على الأم العربية كأن الأم العربية هي حليفة الصهيونية حاربوا بالفتن المذهبية الخطر الثاني هي أن تمتلك دولك إيران السلاح النوم فتحقق توازن الرعب مع إسرائيل وتلغي دور إسرائيل قوة عسكرية بجرود إسرائيل فيها تذهب إلى حرب وأمريكا بتفئد أداةها العسكرية في المنطقة فتضطر أمريكا لتعديل الساستة ومحاكاة شعوب المنطقة وفق مصالحها تعالوا لنتفهم أنت شو مصالحكم وأنا شو مصالحة ساعتها عال نتفهم شو أنا بدي وشو أنت بدك بما يخضم مصلحة الفريقين وليس مصلحة فريق مهيمن يستغل الفريق الآخر ويبقيه في التخلف والفقر والجهل والتمزخ وكل ما نعني منه الحلول لكي تعود الأمور إلى نصابها خوصرت إيران طبعا إيران بتقول أنها لا تريد السلاح نووي ولكن بعد عشر سنوات من الحصار الآن رحين إلى اتفاق أمريكا تضمن أنه عدم توجه إيران نحو امتلاك سلاح نووي ولكن إيران أيضا اكتسبت أنها امتلكت التكنولوجيا النووية ووطنتها وفرضت نفسها لاعب أساسي في المنطقة وحقها في تطوير الأبحاث وبنفس الوقت فكت العقوبات عنها لتصبح طريقة اليدين وأكثر حرية في التفاعل مع حداث المنطقة كان في العراق أم سوريا أم فلسطين أم في كل المنطقة فنحن متجهين نحو توقيع اتفاق بين أمريكا وإيران يفترض على الرغم من الجو السائد في المنطقة من لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى كل هذه المناطق جاي لأقولك وين نقاط اللي ممكن اللي ممكن تكون مؤثرة فيه بالمقابل أمريكا بتكون بذلك ضمنة أمن إسرائيل اللي حق به إسرائيل شو بده نتنياهو ما بده أنه أنا بدي إلغي البرنامج النووي بإيران أنا بدي أمنع إيران من امتلك التكنولوجيا كي لا تتطور مش بس التكنولوجيا النووية ولكن حتى صناعة الصواريخ والدبابات والنانو تكنولوجيا والفضاء والصناع البحي هذه ساعة تخرج إطار السيطرة الإسرائيلية يعني ما بتقدم تتحكم فيها هوني أوباما اللي انهزم وعفوا نتنياهو اللي انهزم وأوباما اللي كسب أنه أنا وقفت البرنامج النووي عند حدود معينة لأضمن أنه ما بيتحول إلى برنامج النووي ولكن إيران ربحت التكنولوجيا وربحة إطلاق حريتها في العمل وتطوير إيران وبناء قوتها الخطر الثالث هي قيام تحالف سوريا عراق إيران طيب حظب الله بإمكانياته البشرية اللي بابتتجاوز مليون ونص أو مليونين نسمة بلبنان لأنه لبنان كله أربع مليين نصه مع المقاومة ونصه ضد المقاومة استطاع أن يهزم إسرائيل ويواجهها رغم كل الفضحيات ولكن ماذا لو نشأت حالف سوريا وعراق وإيران من مية أو مية وعشرين مليون إنسان في طاقة بشرية ما لا يقل عن ستين سبعين مرة ضعف الطاقة البشرية للمقاومة في لبنان وعلى استعداد أن تتحمل أحجام خسائر وتضحيات مئة مرة أد ما بيتحمل مجتمع المقاومة في لبنان أيضا يمتلك القدرات أمن الغذاء مأمن لا يستورد الغذاء كما هي الحال في مصر منه مرهون للي بيطعميه ثالثا لديه الموارد النفط والغاز اللي بتمكنوا من البناء لأنه لديه المال منه دولي فقيري مديوني ما عنده إمكانيات ثالثا إيران امتلكت كل أنواع التكنولوجيا وكل مجالات الصناعة وخاصة صناعة الأسلحة والحرب مع إسرائيل أنا ماني بحاجة لأشتري السلاح من الخارج كل الجيوش العربية سابقا كانت تشتري السلاح مستوردي للسلاح فنحارب حتى انتهاء الطيران والدبابات عندنا نتوقف الحرب بطل فينا نكمل الحرب لأنه ما في دول بدنا بسلاح الآن لا الوضع اختلف نحن منتجين للسلاح وفينا نحارب إسرائيل بالسلاح الذي ننتجه حتى لو بدنا ننتج مليون صاروخ ومن الصواريخ التي تغطي مساحة فلسطين ونزيل إسرائيل كليا من الوجود هذا أنتاج محلي وليس من استوراد من الخارج فهون تغيرت المعادلات وعلى استعداد لتحمل الخسار حتى لو أدت لمليون شهيد نظراً للمية وعشرين مليون هذا الخطر كيف تقضي عليها أمريكا لضمان أمن إسرائيل علينا أن نرى ماذا يحصل في العراق وماذا يحصل في سوريا حاولوا بداية النصط السورية كذوت مجهى لنحولها للسلام مع إسرائيل كما الأردن ومصر ونحولها إلى حزام أمام مع إسرائيل ساعة تبطل في حدا يقاتل إسرائيل لأنه لا العراق بقى فيه صلى فلسطين ولا إيران فيه صلى فلسطين فاشهدوا في ذلك فأدخلوا سوريا في الفتنة بما هي عليه الآن بدأوا بالعراق بعد الانسحاب الأمريكي من العراق بمحاولة تقسيم العراق إلى ثلاثة أقالين نعم أن يكون لكل إقليم استقلاله الداخلي وله حرصه الوطني الذي يأتمر بأمر السلطة المحلية وليس بأمر السلطة المركزية شو بصير العراق كيف الاتحاد الأوروبي هلأ بصير مثل الاتحاد الأوروبي ليس دولة موحدة هو مجموعة دول المتعاونة أدفة يمكن ينجح هذا المشروع هون الصراع هون هلأ الصراع الاتحاد الأوروبي فيه اتحاد وفيه برلمان أوروبي وفيه حكومة الاتحاد الأوروبي وفيه تعاون اقتصادي وفيه عملي موحدة وفيه سياسة خارجية ومتحالفين فيها وهو والآخر ولكن كل دولة إلى سياستها وإلى استراتيجيتها العسكرية وبناء العسكري وكل دولة فيها تفوت بمعاهدات مستئلة عن الاتحاد الأوروبي ما هي ملتزمة بالاتحاد الأوروبي أن تدخل بمعاهدات هذا الإقليم السني إن بني بالشكل اللي بتريده أمريكا أمريكا ستبني الحرس الوطني هي من سيسلح ويدرب وسيبقى طبق القوات الأمريكية في هذا الإقليم وهذا الإقليم يشكل الفاصل ما بين إيران وسوريا ستحس جنرال أنه بالعراق ليس هناك من بعض الأطراف رفض قوي أو رفض على الأقل ضمنيا للأقليم يعني كردستان هن خلصين من القصة ومعتقدينها من تهي في إقرار سنة ما عندهم مانع الشيعة صار شوي يعني الأعتراض هون في إقرار بالأقليم وأن يكون للأقليم إدارتها الذاتية نظرا لما واجهوا العراق من فتنة ومن أحداث ولكن أن يكون الحرس الوطني مرتبط بالدولة بالسلطة المركزية والسياسة الدفاعية بتكون للسلطة المركزية وليست للأقليم مش كل الإقليم إدارتها الدفاعية والسياسة الخارجية هي سياسة مركزية وليس كل الإقليم إدارتها خارجية وبقدر أعمل معاهدي مع أمريكا وأبقي الجيش الأمريكي عندي في الإقليم السني فهون النقاط الخلافية بين نظرة للأقليم ما هي مواصفات الأقليم وما هي صلاحياته هل يكون جزء من الدولة المركزية أم يكون متحللا من الدولة المركزية طيب بس بهذه الحالة من يضمن الدولة المركزية بهذه الحالة بهذه الحالة حتى إذا تم القبول بهذا الموضوع أنه بتتقسم الأقليم ولكن قيادتها وخاصة العسكرية تكون تابعة للدولة المركزية من يضمن الدولة المركزية أنه ما تكون كمانة تحت السيطرة الأمريكية وغير الأمريكية يعني الدولة المركزية اخذي طابع يعني خلينا نقول أنه حكم العبادة والتحالف الشيعي هو القوة الأكبر وهو التقل لأنه هنه بيطلعوا 60% من العراء يعني والسلطة بييده حاليا فالمطلوب هي الدولة المركزية اللي بيشاركوا فيها كل الأفريقاء بيشارك فيها السني وبيشارك فيها الشيء بيشارك فيها بيشبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بأنه وضع الأمور بنصابة بهذه الطريقة أو تمشي الأمور بالمناصفة لا الاتفاة الإيراني ما له علاقة بهذا الموضوع الاتفاة الإيراني نووي له علاقة بالملف النووي إذا كله إلا ما تكون مرتبطة في بعض الأمور الأساسية نفترض أنه مرتبطة في بعض الأمور ولكن في نقطة خلافية لا يمكن التوافق الإيراني الأمريكي عليها هي أمل إسرائيل كل الخلاف قايم على شو بين أمريكا وإيران بين حدا بده يحفظ أمن إسرائيل وحدا بده يزيلها من الوجود طيب هم هاي النقطة الخلافية هاي النقطة الخلافية هوني كيف بيركب العراق يا بيركب كقوة على طريق مواجهة إسرائيل يا بيركب كدولة تلغي مواجهة إسرائيل كيف بدك تطلب القوة على طريق محاربة إسرائيل أو إلغاء إسرائيل بالوقت يلي الأكراد معروفة أنه علاقاتهم جيدة ومميزة مع الإسرائيل السنة المفروض أنه إسرائيل عدو ولكن في بعض الارتباطات المشبوهة اللي عم بتصير بشكل أيام علني وبشكل أيام طبعا عم نحكي عن العراق بالتحديد وقيدات العراقية بالتحديد نحكيه وسهي وخلي رياحتك ما بخافي يعني نحن عم نحكي عن موضوع العراقي هلا بش خايفي وما بخاف وانت بتعرف هيدا الشي بيبقى الموضوع الشيعي اللي كمان مرتبط بموضوع إزالة إسرائيل عن الوجود طب هون ما بعرف كيف تركب هيدا القصة أو بدأ تبقى الأمور عالقة أو بده يفشل هيدا المشروع كله على بعضهم بالنهاية اللي بيحكمها هي الواقع العسكري الميداني في قول بالزمنات لجنرال إسرائيلي أنه وين حدود دولة إسرائيل قال لهم محل ما بتوصل الدبابات طبعا محل ما منحط دباباتنا بتكون هاي أرض إسرائيل ومحل ما دباباتنا بتنكفئ من نكون نخسرنا الأرض هي بالأساس من الفراط إلى دنيل هذا الصراع الآن القوة العسكرية هي من سيفرد بالنهاية الواقع القوة العسكرية من خلال تفاهمات من خلال تحالفات من خلال عمل عسكري من خلال تاخد أشكال مختلفة في صراع على عشائر الأنبار من يستقطب عشائر الأنبار بكونوا مع الدولة المركزية أم بدون يكونوا مسألين عن الدولة المركزية وأداة بئين الأمريكا في صراع علىها في الدولة المركزية دخلت إلى محافظة صلاح الدين وسيطرت على تكريت ومحافظة صلاح الدين هذه ألب الأقليم السنية لمنع قيام هذا الأقليم بالصيغة الأمريكية التي بدها إياها أمريكا ليس منع أنه كله إدارة ذاتية وأنه يكون خارج الهيمنة إذا بدك أو الهيمنة اللي سميها هيمنة الشيعية إذا بدك قلنا نسميها بها شكل هذا ولكن أن يكون جزء من الدولة العراقية وأن لا يكون حارس حدود لإسرائيل بينما الأمريكي بدهن هذا الإقليم أن يكون حارس حدود لإسرائيل هو إقليم مرتبط بأمريكا يواجه إيران ويمنع إيران من الوصول إلى سوريا وإلى فلسطين هذا البدن إيه؟ بدون العودة إلى ما كان عليها صدام حسائيل العراق داما صدام حسائيل وهي عمليا تقطيع الأيصال بين إيران وسوريا تماما الآن اللي بيفرضه الواقع بالنهاية اللي بيفرضه الواقع بالنهاية يا عشائر الأنبار بتكون مع الدولة ومع جيش الدولة بتفرض سيطرتها على هذا الإقليم وبتأمن انضمامه للدولة بتغير كل الطروحات الأمريكية أو إذا الطروحات الأمريكية بدأت تنتصر منكون واجهنا أزمة واجهنا صراع استمرار للصراع ليس نهاية ولكن تأجل الصراع بدأ ياخد مدى أطول لإخراج الأمريكيين وتغيير المعادلات ويمكن بطرح سياسي جديد يمكن الطرح السياسي اللي التبع يكون وصل لطريق مسدود صار بدي أنا عيد التفكير شو يعني طرح سياسي جديد؟ على أي قاعدة ممكن يكون في طرح سياسي جديد؟ يعني أنا برأيي لابد بالنهاية من قد يكون إعادة صياغة مناورة سياسية بالمنطقة وكيف تعيد التفاهب للطواف مركبات الطائفية لهذه المنطقة تحديداً بين السنة والشيعة وبينهم وبين كل الطواف الثاني سينا مش ممكن يصير على مدى منظور حالياً وقصة عم تحكي عم قولك أوقات بعيدة عم قولك طولنا الصراع طولنا الصراع نتقلنا لمرحلة جديدة صراع بده ياخد مدى أبعد بدنا نعيد النظر نعمل نقد ذاتي لكل المرحلة السابقة وين نجحنا وين فشلنا شو أسباب الفشل كيف مواجهته كيف نصلح ما كان من أخطاء كيف نناور ما هي السياسة الجديدة وكيف نناور للوصول إلى الأهداف ولكن ربما يكون في عمل عسكري الدولة العرائية بالنهاية إذا الإقليم السني بدأ يكون بإيد أمريكا ويقولها أنا مستأل عن الدولة العرائية أنا بقرر السياسة الدفاعية وسياسة الخارجية الدولة العرائية هي الدولة المعترفية دولياً ولديها القوة العسكرية ولها كل الحق أن تبسس سلطتها على هذا الإقليم وتمنعه من الانفصال هلأ وتبدو نعملوا يقصموا بهذه الطريقة ما رح يتعينه للأمريكين عملية الاعتراف بالأقليم عراسل العيني يعاملوها معترفية دولياً بشربة بشخطة ألم يعني يعاملوها ولكن الدولة العرائية عندها كل المبرر أن تبسس سلطتها على هذا الإقليم عسكرياً لمنع انفصال هذا الإقليم حرب داخلية واقتتال داخلية يعني بالنهاية العمل العسكري هو اللي بده يحسم الأوضاع كيف بده ياخد أي منحة بده ياخد هذا العمل العسكري بداية تفاهم مع عشائر الأنبار أن يكونوا جزء من الدولة العراقية بمعزل عن الأمريكيين والمشروع الأمريكي الصيوني وما يرتضوا لنفسهم أنه يكونوا هن حزام أمن متقدم لإسرائيل ويكونوا جزء من العراء وياخدوا استقلالهم الداخلي وإدارتهم الذاتية ولكن يبقى العراء موحد ويبقى العراء على دولة إسرائيل أو أنه لا بدون يروحوا بكل العراء موحد وإلا إذا بدون يروحوا أنه لا نحن مع الأمريكان وبدنا نعمل مخفر متقدم للدفاع عن إسرائيل آه الدولة العراقية إلى حق أن تشتاح هذا الأقليل عسكرية وتضمه وتمنع خروجه عن قصة معقق عن الدولة في صراع عسكري دائر على الأرض بالنهاية هو من سيحصل فيه مناورات سياسية فيه ممكن توصل إلى تفاهمات جزئية ولكن فيه عمل عسكري بالنهاية هو من يحدد مصير ومستقبل هذا الوضع إذا حسم موضوع الأقليم السني بعدها بيبدأ سوريا سوريا مؤجلة الآن سوريا كل العمل تقصيم يعني سوريا المشروع الأمريكي المشروع الأمريكي يليه التقصيم طعا المشروع الأمريكي كان تتمنى أسقاط النظام ولكن بالموقف الروسي ما قدروا يسقطوا النظام بدون يحفظوا مصالح روسية مصالح روسية هي بقاء أسطولة في البحر الأمريكي من توصل فلذلك الساحل بده يبقى الدولي فيه ويبقى حليف لروسية وأمتداده إلى حمص ودمش ما رح يقدروا يطلعوا من حمص ومن دمش موجودة بهذه المنطقة إنما المنطقة الشمالية يعني الدولي مثلا تبس السلطة على منطقة الجزيرة من يخرج داعش من هذه المنطقة إذا ما العراء توحد وهو كان شريك في القضاء على داعش في هذه المنطقة وأبقاء سوريا موحدة معناها تركيا هي من سيدخل ويكون اللاعب الأكبر في هذه المنطقة وينشأ قليل محرر من داعش ولكن تحصلت لتركيا في هذه المنطقة وفي عندك المنطقة الجنوبية اللي هي على حدود الأردن الأردن عم يشتغل بالسر بالتعاون مع أمريكا وإسرائيل عم يحييك الأمور مثل حياة السجدادة قطبي قطبي أن يكون من جبل العرب جبل الدروز وسهل حرار ويمكن يضم منطقة حاصبية ورشاية عنها تحت سيطرة الأردنية تحت سيطرة الأردنية الخطر لا الخطر أنه يضم حاصبية ورشاية عنها كمير؟ توصل السكين لرقبة لبنان هوني أن يكون هذا إقليم جنوبي حزان أمن لإسرائيل هايك بنكون بإدارة أردنية يعني بإشراف أردني هلأ سوريا عندها تتوحد بأقليم أقليم ولكن أقليم إذا توحد العراء بأقليم ولكن لكل إقليم سياسته بتكون سوريا توحدت بأقليم كيف الصيغة السياسية بنصير بالنهاية بصفة مثل الاتحاد الأوروبي ولكن لكل إقليم إله سياسته الدفاعية الإقليم الجنوب هو الحرس حدود لحتى لإختم هذا الموضوع وننتقل إلى الصحف قديش فيه إذا بنا نحكي نسبة مئوية عملية نجاح أو إخفاق لهكذا مشروعي يعني لا النجاح الأكبر خطينا سايكس بيكو لا لا النجاح الأكبر هو القون الموجهة هلأ 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 رح تخذ للحلقة كلها هلأ مش هلأ خليك تشرح لي كيف خلينا ننتقل أنا وإياك لزميلتك لا رجع لعامل كتير بسيط عامل كتير بسيط أن استراتيجية أمريكية بعهد أوباما بعصوة جورد بوش تحولت من الدخول مباشرة بالحرب إلى الحرب الذكية وأمريكا لن تخوض حرب برية فالقوى البرية مهما فعلت بالطيران مثل ما عم تفعل السعودية مع أنه لوح أنه إذا عتزنا نزول إلى الأرض تبعث قوات خاصة قوات خاصة لساعد القوى البرية ولكن ما تبعث جيش هو يسيطر ويحتل هو يسيطر ويحتل فهذا عامل أساسي القوى البرية هي من يخرر بالنهاية مهما كان العمل الطيران فيه قد نكون إذا ما نجحنا بتفاهم قد نكون ذاهبين إلى مواجهة ولكن قوى البرية لقوى المقاومة هي الأكبر وهي الأقوى وهي الأقدر على رسم المستقبل الأرض الأرض لمن تكون خلينا ننتقل لزاملتك لرجح نعمل جولة سريعة على مقتطفات اخترتهم لأننا من مقالات نشرت في الصحف اليوم نعود بعد مباشرة في فاصل صغير نعود بعد مباشرة للدخول بعاصفة القلمون تدالي كلارا يعطيك العثور سمار رحبلش الصحف من القلمون وتحديدا في الأخبار ما كتبه ردوان مرتضى في مقتطفات من مقاله تحت عنوان مسلح القلمون هزيمة ومكابرة وتبادل اتهامات يقول ردوان مرتضى حقق مقاتلو حزب الله تقدما غير متوقع في جرود القلمون خلال أيام قليلة تمكنوا من السيطرة على معظم الجرود لم يثبت مسلح الفصائل المسلحة في أي من معاقلهم أخلوا مراكزهم في المنطقة الجنوبية من جرود القلمون حيث كانت بقعة سيطرتهم وانهزموا سريعا من دون أي مقاومة تذكر تخلوا عن نقاط استراتيجية حتى بدت معركة جرود القلمون التي طبل لها وزمر أقرب إلى كذبة لا يمكن مقارنتها بمعركة لقصير أو يبرود يضيف ردوان مرتضى هنا لا مكان لخيانات الجيش الحر أو شراء حزب الله للمجموعات وغيرها من الأقاويل التي جرى تداولها في المعركتين السابقتين استعيد عن ذلك بتبادل الاتهامات تبرر النصر تراجعها بخيانة تنظيم الدولة الذي شتت صف المجاهدين علما أن القتال بين التنظيمين بدأ بعد انسحاب الفصائل المنضوية في لواء جيش الفتح بحسب مصادر مقربة من التنظيم بدأ كل وعيد المسلحين في الفترة السابقة كلاما في الهواء يقول ردوان مرتضى لم يقدم أعلان جيش الفتح أو يؤخر في المعادلة شيئا لا مفخخات ولا استشهاديين ولا ما يحزنون لم يستثمر مسلحو المغاور الجغرافيا ولا صواريخ الكونكورس كما فعلوا في الفضاء الافتراضي وخلت الجرود منهم حتى كاد طلب الشهادة يصبح استثناءا في ساحات الجهاد الخسائر لدى الطرفين لم تتجاوز ستين مقاتلا من حزب الله والنصر رقم لا يصلح أن يذكر كحصيلة لمعركة كبرى كما اصطلح على تسميتها هكذا تبدو الصورة أقله في منظار معسكر الجيش السوري وحزب الله يضيف ردوان مرتضى ولكن في المقلب الآخر لا تزال النصر تؤكد أن مجريات الميدان في صالحها وأن انتصارات الحزب إعلامية فقط مصادر مقربة من الجبهة تصر على أن المعركة لم تحسن بعد وأنها معركة استنزاف لا حسم وتقلل من أهمية التلال التي خسرتها متحدثة عن عشرات التلال الأخرى ومئات الكيلومترات من الجرود التي لا تزال تحت سيطرتها حتى تلت موسى تقول المصادر أنها تبعد أربع تلال عن الجبه وأن شباب النصر لا يزالون يقاتلون في جرود الجبه وعسال الورد وتلفط مصادر المعارضة المسلحة إلى أن ورقة القوة أي العسكريين المخطفين لم تستخدم بعد بل اكتفي بالتلويح بها مع بدء المعركة وهذا خير دليل على أن المبادرة لا تزال في أيدينا مصادر جيش الفتح تبرر إخلاء مراكز استراتيجية بالقول كنا ننسحب حيث نجد أنفسنا نستنزف ويؤكد أبو مصعب اللبناني من جبهة النصر بأن تسجيلات مصورة ستنشر قريبا توثق كمينا للنصر لعناصر مهاجمة من الحزب وقع على مساحة ثلاثة كيلومترات تم تفخيقها من جرود بريتال باتجاه الجبه يظهر زيف إعلان الحزب عن خسائره تفاصيل أكثر يريدها عن هذا الموضوع ومن جانب النصر ردوان مرتضى في الأخبار ننتقل إلى الداخل السياسي لبناني وما كتبته الأخبار تحديدا الأولى نصيف تحت عنوان نصر الله لعون ليس المستقبل ما يفي بتعهداته يقول الأولى نصيف في مقتطفات من هذا المقال في الزيارة مقبل الأخيرة للرابي عاد غطى صخوري بجواب عن سؤال عون حيال التعينات العسكرية والأمنية وأخصها بتعيين قائد جديد للجيش وبالذات قائد فوج المغاوير العميد شامل روكوز الجواب مفاده أن مشكلة التعينات ليست عند تيار المستقبل بل أن الرئيس نبيه بري هو من يرفض شامل روكوز قائدا للجيش رد عون أنا لا أطلب منكم أن تخبروني ما هو موقف نبيه بري بل ماذا قررتم أنتم أترك نبيه بري علي في الزيارة الأخيرة استكمالا للمهمة نفسها المشكلة ليست عندنا بل هي إقليمية ونتيجة قرار إقليمي ودولي لا يسعنا تجاوزه يسلح الأمريكيون الجيش ويتحدثون مع قائد الجيش في هذا الشأن ويتعاونون وإياه والمملكة السعودية تتولى بدورها تمويل تسليح الجيش من خلال الهبل التي قدمتها هناك تشابكن دولي صار معه تعيين قائد جديد للجيش قضية دولية الظرف الإقليمي ليس مناسبا الآن لتعيين قائد جديد للجيش رد عون الدول هي التي تعين قائدا للجيش وهي التي تعين رئيسا للجمهورية قال خوري يحدث ذلك من زمان رد عون من تعين الدول أيضا هناك رئيس دائرة شعيف النبطية هل يعينه الأمريكيون أيضا للتو أنهى عون المقابلة مع زائره يضيف الأولى نصيف في أكثر من لقاء جماعه بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مذ بدأ عون تفاوضه مع تيار المستقبل كان تعليق الحليف الرئيسي أنه يشكك في صدق التيار ترك له خيار التحدث مع هذا الفريق إلا أنه أنبأه مرارا بأنه لن يصدق في معرض توقع رئيس تكتل تغيير والإصلاح حصوله على دعم الحريري وحلفائه لانتخابه رئيسا للجمهورية بذلك بدأت كل خيارات التفاوض بين الطرفين منذ أكثر من سنة أنها أضحت أمام أبواب موصدة في الاستحقاق الرئاسي كما في التعينات العسكرية والأمنية نهيك بأسباب مماثلة تحول دون طرح التعينات على مجلس الوزراء لبتها يضيف الأولى نصيف في لقائه الأخير قبل أكثر من أسبوعين تفهم نصر الله امتعاد عون من خذلان الحريري وتياره له على مر مراحل الحوار معه قال له كنت أتوقع أن تصل الحال إلى ما باتت عليه بعدما نكثوا بما تعاهدوا به وذكره بأنه السبق أن حذره منذ اليوم الأول من الطريقة التي غالبا ما يتبعها الفريق الآخر في التعامل معه قال نصر الله لم أعتقد يوما بأن هذا الفريق يفي بكلامه في هذا الإطار ننتقل إلى صحيفة السفير وما كتبه نبيل هيثم يقول في الحرب على الإرهاب التكفري لا يوجد لون رمادي لا مكان في الوسط فإما مع هذه الحرب وإما ضدها يقول في بعض المقتطفات هذا الانفصام في الموقف الذي يشكو منه السياسي المذكور محل استغراب سفير دولة كبرى حيث ينقل عن زواره محرفيته أعرف جيدا أن الوضع السياسي معقد في لبنان وأدرك عمق الأزمة السياسية ولكن لكم أدهشني أن أجد اللبنانيين منقسمين حول مواجهة خوض ضد ضد الإرهابيين يشكلون تهديدا مباشرا لكل مكونات اللبنانية بلا تمييز عناصر القلق تتبدى فيما وصفها بالعلاقة المتفجرة بين حزب الله وتيار المستقبل وفي الحملات السياسية والإعلامية العنيفة المتبادلة بينهما يقول السفير حاولت سبر أغوار هذه العلاقة عبرت عن بعض الهواجز أمام بعض اللبنانيين سألتهم عن مستقبل تلك العلاقة وإلى أين يمكن أن يوصل تفاجرها فوجدتهم مطمئنين قالوا لي أنه جزء من الفولكلور اللبناني وهذا التوتر طبيعي بنا حزبين متناقضين في الرؤى والخلفيات والأهداف ومع أنني لم أقتنع قلت لهم أتمنى أن أطمئن مثلكم لكن مسؤولا لبنانيا كبيرا يضيف كان واقعيا جدا السفير وقلقا في الوقت نفسه قال لي أخشى أن الأمر صار أكثر دقة وحساسية من أي وقت مضى ما يقلقني أن هناك في لبنان وخارجه ما يريدون إشعال النار وبدت أخشى أن نستيقظ يوما ونجد أن الأمور قد فلتت من أيدينا وهنا الكارثة الحقيقية على لبنان أكثر من ذلك المستقبل يهاجم حزب الله في الإعلام لكنه في الغرف المغلقة وأمام شهود وتسجيل محضر يظهر الود والحرص على التلاقي والحوار ويقول للحزب حرفيا ما تقومون به في القلمون هو عملية جراحية لاصطئصال الإرهاب والأمر نفسه ينسحب على حليفه سمير جعجع الذي يهاجم حزب الله علنا بينما القواتيون وبينهم مسؤولون يرسلون الرسائل التي تقول لو أن حزب الله لم يدخل في حرب على الإرهابيين لما كنا استطعنا أن نخرج من بيوتنا نختم مع الرأي الكويتية حيث تحدثت مصادر للرأي الكويتية عن خشيتها هذه الدوائر واسعة للاطلاع تقول الرأي في بيروت عن خشيتها اللا يتم كسر الحلقة الرئاسية المقفلة إلا بعمل أمني كبير وكشفت الرأي عن هواجز فعلية منما غبت تكرار أحداث مشابهة لواحد من خمس تطورات كان شهد لبنان مثيلا لها في الماضي أي ما يشبه سبع أيار 2008 وعودة مسلسل السيارات المفخخة اغتيال كبير نهر بارد جديد في مخيم عين الحلو الفلسطيني أو حرب بين حزب الله وإسرائيل بهذا نختم جولاتنا على الصحف فاصل أعلاني مشاهدين نتابع بعده الحدث وزميلة سمر أبو خليل برحب فيكم من جديد مشاهدين وأتابع الحوار مع ضيفي سعادة نائب الوليد سكرية أنا وسأل فيك من جديد جنرال عاصفة القلم بالعكس أنا بتعرف رأيي أنا بحبك جنرال أكتر من نائب وهيك بتضلك بالنسبة إلي عاصفة القلمون مثل رأينا ببداية الحلقة بالمؤدمة نصر جديد خطته وسطرته المقاومة طبعا هو بحاجة لاستتباع وبيطرح حوالي الكثير من علامات الاستفهام لوين ممكن نوصل أكثر يعني طهرنا القلمون وماذا بعد المرحلة لبعد خلينا أحكي أول شي بهذه العاصفة بالتحديد عاصفة القلمون نرجع نحكي بما بعد العمل العسكري كيف بده يصير الموضوع ولوين بتروح هذا الأمور كنا عايشين بوهم كبير اسمه التحصينات والأرهاب يلي موجود بالقلمون وعم بحصنه وعملين وسلاح وهي ده وإز يعني هيكي مثل شي ضمحوله بسواني وعملية هروب وما إلى ذلك وعملية حصره نهلأ حاليا بجرود عرسال كيف انهارت هذه التركيبة التي كانت مخوفتنا عمليا دعيني اتوسع شوي بالوضع تفضل معلش المقاتلين التكفيريين في جبال لبنان الشرقية أتوا من القلمون بعد معركة يبرود وسيطرت الجيش السوري والمقاومة على يبرود وقرى القلمون السورية فروا إلى جبال لبنان واحتموا بجبال لبنان الشرقية وأصبحوا على امتداء جبال لبنان الشرقية يعني عندك من جرود القاة على حدود سوريا الشمارية وصورا إلى الزبداني منتشرين بها المنطب الصميم في منهم داعش وتحديدا داعش هي مقابل رأس بعلبك والقاة يعني في جزء الشمالي شمال عرسال في نصرة هي مقابل عرسال والجزء الجنوبي وفي فرقاء آخرين في جيش حر وفي جيش الفتح وفي كتائب فاروق وفي الشام وما بعرف أسماء بدك من يحفظه وانسور الألمون وقصص منه كله السور ولكن كلهم هادي إجمالا بيتبعوا النصر في المنطب بداية داعش كانت تنتظر دعما من الرقة قبل بدء التحالف ضربة في العراق وقبل معركة كوباني وأضعاف داعش بمعركة كوباني كانوا ينتظرون قدوم آلاف المقاتلين ليتمكنوا من السيطرة على المنطقة والسيطرة على النصرة والسيطرة على الجميع وأن تكون المنطقات القلمون منطقة داعش ربما يستطيعون إيصالها أو تواصلها مع منطقة الرقة بنفس الوقت بتشكل تهديد على الداخل اللبناني ربما حلمهن أن يعودوا إلى القصير والوصول إلى عكار إلى شمال لبنان ليصلوا إلى البحر بالنهاية ولكن عمل التحالف ضدهم في العراق وكوباني وفي سوريا أضعفهم لم يعد يأتيهم الدعم المطلوب فأصبحوا محافظين على مواقعهم اعتدوا على الجيش اللبناني وهاجموا الجيش اللبناني بمكانين مطرحتين وسقط شهداء للجيش اللبناني صحي جبط النصرة بقيهم انتشرين في هذه المنطقة الدولة اللبنانية تعاطت مع هذا المشكل من موقع الضعف فورا أول ما أدوا المسلحين إلى جبال لبنان الدولة اللبنانية فورا اتصلت بقطر دخيلك يا قطر اتدخل وتفعيلهم مصاري لحد تاني وقت لأخذوا العسكريين وقت لدخلوا على عرسات دخيلك يا دولة يا قطر تفعيلهم مصاري ليخلوا العسكريين وكأنها مثل عملية أعزاز كأنه نموذج أعزاز عم نعيده نفسه تعاطت الدولة اللبنانية بكثير من الضعف ومتطعاتها كدولة عم تدافع عن أرضها وعم تدافع عن عسكريها وعن مواطنينها لمهددين نعم كانت هذا واقع الدولة اللبنانية طيب هادي استمروا في احتجازها العسكريين واستمروا في ابتزاز الدولة اللبنانية والتهديد مندبح ومنأتل العسكريين إلا منحصل على المطالب البدنية لبل بيعطيق أنه دبح عسكري وإعلان صوره على شاشات التلفزيون بيعطيق فيها دبح لكرامة لبنان كله سوا صحيح وللشعب اللبناني كاملا وأصل لشجرة الأرزي ورمية جانبا وإهاني للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني كله سوا كيف على الأرض اللبنانية من عصابات تختطف عدد من العسكريين بتتبع عسكري وبتعلنها على شاشات التلفزيون وبتهدد أني أنا بعمل وبسوط ومنضلن راضيهم ومنضلن راضيهم ومنضلن راضيهم أنه كيف فينا نرضيهم لحتى نيما يضبحوا بقية العسكرية نرضيهم مش لحتى نحر العسكرية لحتى نيما يضبحوا بقية العسكرية لنضبن سلم بقية العسكرية نعم وصلنا إلى الوضع اللي نحن فيه حاليا المقاومة مع الجاي السوري استطاعوا السيطرة على النصف الجنوبي لجبال البنان الشرعية يعني حتى طلعت موسى طلعت موسى هي أعلى مرتفع يلا هي الأهم هي أعلى مرتفع ارتفعها 2628 متر حسب الخريطة العسكرية الكلام 2580 وهي المسيطرة كل ما هو جنوبها هي الأعلى والمتحكمة في سهر رانكوس والكشفة على كل شيء تمكنوا من السيطرة وشمالها دخلنا بجرود عرسار من جهة لبنان وجرود فليطة من جهة سوريا في عدة تلال على امتداد حوالي 4-5 كيلو متر هي امتداد جغرافي ولكن هضبة فيها عدة تلال على الحدود اللبنانية السورية تماما ارتفاعها بالـ 2300-2400 متر نصل إلى معبر الزمراني لارتفاعه 2000 متر اللي هو الطريق الرئيسي الذي يربط عرسال بسوريا بجراجير يصل إلى جراجير هو طريق مزفة في كم كيلو متر بلبنان مش مزفتين كانوا أهل عرسال يطالبون يباركت زفتنا منصير نروح نعلم ولادنا بدائر عطية بدل من علمهم بلبنان هذا كان مطلبوا وقال لمسوريا مزفت الطريقة حتى الحدود اللبنانية تماما كلهم أمن فبالسيطرة وبتعزلهم عزل كامل هذه ما بعرف إذا أنا برأيي لازم يكملوها المقاومة والجيش السوري خاصة أن على الحدود والجيش السوري يجب أن ينتشر على هذه التلال الحدودية الحدودية غربها بصير في عندك وادي سهل السيطرة عليها بعد منها بتجي التلال حول عرسال نعم وبيصيصبح هؤلاء المسلحين محصورين ما بين انتشار الجيش السوري على الحدود السورية على هذه المرتفعات الحاكمة والمسيطرة والتلال القريبة من عرسال اللي قصم منها بيسيطر عليه الجيش اللبناني لأن الجيش اللبناني انتشر على بعض المرتفعات شرق عرسال لحماية عرسال من أي اعتداء جديد يعني المرتفعات اللي هي ضمن الأراضي اللبنانية بيكونوا هؤلاء المسلحين على سوريا قطع كل تموينهم وامدادهم ومن عرسال بيامدادهم من عرسال أصبح هناك وضع وعسكريا أصبحوا مسيطر عليهم أصبح باستطاعة الدولة اللبنانية أن تفاوضهم من مركز القوة وليس من مركز الضعف كما كانت تفاوض حتى الآن من مركز أنه أنا عسكريين بدي إياهم وأنا تعالي حتى نحل المشكلة بينه وبينكم أنا بقاءكم مسلحين بتهددوا أمن لبنان وبتهددوا قرى لبنان وبتعتدوا على الجيش اللبناني أنا ما بتحملها أنا بأملكم أمنكم بدكم تفلوا على سوريا بدكم تحروا سوريا من النظام سوريا روحوا سوريا بنفتح لكم طريق وفلوا على سوريا بدكم تضلوا بلبنان ينزع سلاحكم وبتقعدوا بمخيم مضبوط أمنيا من الدولة اللبنانية ما بدوا يعملها هاي هاي عم تحكي عن المسلحين الإرهبيين يلي موجودين هونيك يعني اليوم لما منقول انه هاودي المسلحين اصبحوا محصورين بجرود عرسال يعني في حلين هذا الشي كان عم بتمتدوله وعم ينحك فيه يبدوا يتأمن لهم ممر آمن الى الداخل السوري ويرجعوا يلتحقوا بقطعاتهم يلي موجودة في الداخل السوري بعد تسليم العسكريين يه طب ما هوني انت عم بتعيد تجربة القصير هل هالقد كانت ما دفع اندفع تمانا خالي تجربة القصير لما انفتحت الممرات الامنة وانسمح لهذا العسكر مش عسكر الانهبيين انه يضهر هلأ بدون يفلوا لوان بدون يفلوا وامكانية انه اذا فلوا الى الداخل السوري ما هي درجة خطورتهم وهذا القرار بيرجع للدولة السورية وليس للدولة اللبنانية اذا بتفتح له ممر يمرؤوه لا لا لانه الدولة السورية كمان بتقولك انا اذا بدي فتح له ممر ليشكلوا خطر علي داخل سوريا انا لا افضل انه ضل حاصراته وانه يؤبدأ له اذا بدوا يضلوا قديم حاصرين ماذا لو نزلوا الى قلب عرسال وهذا هلأ الجيش اللبناني منتشر والجيش اللبناني يدافع عن مراكزه واذا بدون يهاجموا عرسال معناه بدون يهاجموا الجيش اللبناني اولا معناه في معركة مع الجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية ان تخوض هذه المعركة وتستعين بمن تشاء ان تستعين بالمقاومة وبالجيش السوري ايضا للقضاء على كل هذه الجماعات الارهابية ومنعها من التعرض للجيش كما تعرضت له سابقا ومنعها من احتلال قرية اللبنانية وجعلها أخذ سكانها رهائن بإيد هذه الجماعات الإرهابية أهل عرساية كانوا عم يطالبوا بدخول الدولة اللبنانية اللي عنده خلصونا من هالمشكلة لا إلي قالوا لي لا إلي قالوا لي وقالوا لكثير ناس تبا ما فكرة الدولة خلنا نكون شفافين وواضحين جنرال الدولة تنتظر توجد الجيش اللبناني أكيد بس على أطرافه بأماكن حدد يتلقلو على الرغم من أنه كلنا بالنسبة لقلنا الجيش خط أحمر وهو العمود الفقري لهذا البلد ما سمح للجيش اللبناني أنه يفوتوا كلنا بنعرف مواقف طيار المستقبل مواقف الرئيس سعد الحريري كيف كان عم يتم التعاطي بالعلن شي ومن تحت من وراء الستار شي آخر بهذا الموضوع اليوم لم يسمح للجيش اللبناني بأن يحكم سيطرته على أرسال مثل ما لازم يسيطر عليها يعني يكون متحكم بكل مفاصله ويكون بداخله ومش بس على أطرافه وخارجه وعلى حدوده خلينا سألك سؤال باب التباني لش الجيش مكان يلقي القبض على المسلحين قبل الخطة الأبنية ما عنده خطأ سياسي وقت اللي إجا القرار السياسي دخل إلى باب التباني وأحني أبضايات باب التباني بالسجل رح يكون فيه هم يسبوا مشغليهم اللي كانوا عم يشغلون للاعتداء على جبل محسين رح يكون فيه أرار سياسي من أتى بالأرار؟ من أتى بالأرار؟ من أتى بالأرار؟ من شكل حكومة الوحدة الوطنية وقال قطة أمنية للشمال؟ أمريكا وليست الدولة اللبنانية أمريكا قالت لللبنانيين شكلوا حكومة وحدة وطنية والتزم بها 14 دار اللي كانوا عمي طالبوا انسحاب حزب الله من سوريا قبلوا بحزب الله في الحكومة دون انسحاب سوريا هل هو نفس هذا الوضع ينسحب على عرسال؟ حتى الآن لا حتى الآن لا لأنه الأمريكا اللي طالب للدولة اللبنانية ودعم الدولة اللبنانية بخطة أمنية في الشمال لمنع قيام دولة لداعش في الشمال تشكل خطر على مكونات الشعب اللبناني المسيحيين أو الناس وعلى المصارف الغربية ولكن هذا القرار لم ينسحب على عرسال حتى الآن ربما الأمريكي أو حلفاء أمريكا بعدهم عم يراهنوا أن هؤلاء المسلحين هم أعداء للنظام السوري قد يستفاد منهم في قتال للنظام السوري يعني أمس بالجريدة أحد النواب زملائي عم يحكي عنهم كثوار ما حكي عنهم محتلين لأرض لبنانية إذا ثوار ضد النظام السوري رؤى سوريا بس ثوار بقلب لبنان بيهددوا الجيش اللبناني إذا هني ثوار ضد النظام اللبناني لا النظام اللبناني بده يدافع نفسه ما ليش شيخ سلم الرافع مباريح قال ثوار سوريا إلنا برقبتهم دين وهن اللي بيحافظوا على حقوق أهل السنة هلأ أمريكا تقول شيلوهن لو بالقوة الدولة اللبنانية بتلتزموا بتشيلوهم بالقوة سؤاله بتمنى أنك جاوب بصراحتك المعهودة جنرال اليوم في حال لا صبح الله هود الأرهيبيين شرفوا نزلوا على عرسال الدولة اللبنانية ما عندها هذا الغطاء اللي عم تتحدث عنه أنه تفوت تحاربون وأنه بدون يعملولون إمارة بعرسال سؤاله الأساسي هو هل سيقف حزب الله مكتوف الأيدي علماً أنه وجود هود الأرهيبيين داخل عرسال يشكل خطر كبير على ضيعة جوارية اللي هي ضيعة الشيحية هل أد واضح سؤالي حزب الله هل يبقى حزب الله وراء الجيش أم بينسى الموضوع وبيكمل عملية التطهير اللي بدو يعلم لا حيث يوجد الجيش حزب الله ما بيقدر يكون قدام الجيش الجيش منتشر بالمنطقة حزب الله ما بيقدر يجاوز الجيش ويقول الأمر ليه الأمر للجيش حتى لو نزلوا الإرهيبيين إلى داخل عرسال وعملوا مننا إمارة وما إجا غطاء للجيش يخلص من هالموضوع مسؤولية الجيش والدولة اللبنانية حزب الله حزب الله بيقدر يضغط عليهم حيث لا يوجد الجيش من الحدود السورية ولكن أن يتجاوز الجيش لا ما بيجاوز الجيش ما فيه يتجاوز الجيش الجيش هو السلطة الأساسية وهو صاحب السلطة على عرسال وعلى محيط عرسال وهو من يعالجوا الوضع في هذه الحالة والجيش مسعد للدفاع عن مواقعه وعن عرسال إذا لازم الأمر هلأ وقت البدون ينزلوا ويهاجموا صار الجيش بوضع الدفاع المعتد عليك ما ضعب ديق قرار لا من السلطة السياسية ولا من سلطات دولية أن الجيش يحمي مواقعه ويحمي بلدة عرسال هي ممكن هلأ عم نحكي بالتحديد هلأ ممكن أنه سيطروا على عرسال من داخل عرسال لأنه في عندك النازحين السوريين الموجودين بداخل عرسال هلأ قوة أد أهل عرسال وأكثر حتى مئات المقاتلين خرجوا من عرسال من النازحين السوريين من المخيمات إلى جرد لقتال حظم الله مع بدء معركة الألمون كانوا موجودين لأنه هذي قاعدين بالجرد بينزلوا لعند عيالهم فترة ويرجعوا وبيطلعوا وبيتبدلوا وبينزلوا وبيطلعوا خلينا أقول لهم عملية التمويد بالنهاية الكاملة لهذه المسلحين اللي بجرد كانت عم بتمل عرسال ما بدنا يعني نتعام على الحل هوني وصلنا إلى وضع لابد من قرارات سياسية معي يا قرار سياسية جريئة لحصم الموضوع وتخلص لبنان من هذه الآفة أو قرار عسكري جريئ نحنا هذا المرض بدنا نظل عايشين نحن وياه نحنا عايشين نحن وياه نحن قبلانينه لأنه في فرقة من الدولة اللبنانية أو من السياسية اللبنانية بيعتبروهم ثوار وأنه نحن هاودي أخوتنا وحلفائنا ضد النظام السوري هاوني في مشكلة لبنانية ما إلو حال بصير في مشكلة لبنانية ما إلو حال هلا هذا موضوع ما على شيء يعني أنا لو عرفان أنه سماحت الأمين العام بده يحكي اليوم سابقا ما كنا التزمنا بالموعد أنه اليوم ما ذاك كنا منظروا اللي حالي يحكي هو راح يقرر ما أنا بقرر غدرناك 1-0 أنا أنا متفقيل على الموعد قبل ما يعلموا عن كلمة 100% طي مباريح بدهي اليوم اليوم في ناس عم تسأل أنه ليش حزب الله المقاومة والجيش السوري ليش ما في تواجد لجيش اللبناني وأنخراط لجيش اللبناني بهذه المعركة اللي عم تصير اللي هي بالنهاية فيها جزء كبير من نوع حماية للبنان البعض قال لأنه المعركة تدور على أرض سورية شو رأيك هلا الجيش اللبناني غير متواجد في هذه المنطقة يعني الجيش اللبناني موجود في القرف السهل ويضمن الأمن بكل الأسف الجيش اللبناني منذ توحيد لبنان عام 91 وكان إعادة بناء وتسليح الجيش اللبناني بإشراف أمريكي الأمريكان قالوها ورسموا استراتيجي وقتا أنا كنت ضابط بالجيش اللبناني قالوا أنه دور الجيش اللبناني حفظ الأمن الداخلي لأنه ذهبين للسلام مع إسرائيل ولم نعطيكم سلاحا يطلق نار على إسرائيل لأن إسرائيل حليفتنا لأمريكا فدوركم حفظ الأمن الداخلي وكأننا ملتزمين بذلك بعدنا من عام 90 بعدنا مضطرين نكون ملتزمين بذلك بعدنا ملتزمين وملتزمين بالدعم الأمريكي شو بتعطينا سلاح للجيش اللبناني وضمن أي حدود ولأية مهمات وما منخرج عنه إجت إيران أعطيكم سلاحا قالوا لا لا جنرال الكلام اللي عم تقوله كتير خطير فهمنا أنه أمريكا متحكمة بتسليح الجيش اللبناني بل كمان هي اللي بتقرر مهماته يعني بالداخل اللبناني لا لا طبيعا باستراتيجية بين تسليح الجيش اللبناني لقتال إسرائيل شيء وتسليح الجيش اللبناني اللي يحفظ الأمن الداخلي شيء آخر حتى لو بدنا نسلم جدل بهذه المعادلة جنرال اليوم الحارب مش مع إسرائيل اليوم عم نحكي عن إرهابيين موجودين بالجرود كمان هو دي بدأ تمنع أمريكا عملية الجيش اللبناني لذلك زودة ببعض الأسلحة الملائمة لا يتمكن من قتاله ضمن هذه الحدود طب ليه منه هلأ عم يشارك بالقتال ضمن لا هلأ هو منه منتشر بهذه المناطق أولا ثانيا أغلب القرى هي قرى سورية يعني رانكوس وطفيل وذلك كلها خارج الحدود هلأ هاي أحسن من منه منتشر بهذه المناطق خارج الحدود اللبنية هلأ إذا حضب الله والجيش السوري كملوا على الحدود الحدود السورية إلى جيش السوري ليس بالضرورة أن الجيش اللبناني يذهب إلى الحدود ويقيم على الحدود مباشرة ولكن الجيش اللبناني هو شرقي بلد عرسال يعني بعيد عن الحدود 6-7-8 كيلو متر ضمن هذه البقعة هلأ إذا الجيش اللبناني إذا هؤلاء الإرعابيين هاجموا براكس الجيش اللبناني أمام ضغط المقاومي والجيش السوري وحاولوا التمدد غربا والدخول إلى عرسال ربما إلى قرى تانية ربما يهجموا الأعو وياخدوا أرهيني أنه خلينا ناخد الأعر هنا ونفرض شروطنا على الدولة اللبنانية مش عشرين عسكري يصير فيه بإذن قريب أعم انتشر فيها الجيش اللبناني يعني مهيود هو ملزم بالقتال هوني الجيش اللبناني مستعد للدخول في المواجهة دفاعا عن هذه القرى ودفاعا عن مواقع الجيش اللبناني هاي الحدود اللي محددت له أن يدافع عنها الجيش اللبناني وليس محدد له أنه روح قاتل لبرانكوس طيب سؤال شي كان ملفت مباريح اليوم بخلال المعارك بالقلم وكل ما كانوا حزب الله والجيش السوري عم بيحرروا تلي أو حرشوا كان عم ينحط عليها العلم حزب الله مباريح كان ملفت أنه فوق معسكر الكهف يلي هو بين جرود نحلة ورأس المعرم نحط علم حزب الله والعلم اللبناني أرض لبنانية هي هيدا أرض لبنانية أرض لبنانية هلأ المطارح اللي أرض شورية ما رح ينحط العلم اللبناني على الأرض الشورية ونرفع العلم الشوري المحل اللي هي أرض لبنانية طبعا هلأ المقاتلين طالعين ومعهم راياتهم يعني طبعا هلأ وحطين رايات حزب الله ولكن وقت اللي استقر الوضع وصار ثابت آه بتحط العلم اللبناني هذا العلم الدوري هاي لما بتكون ضمن الحدود اللبنانية وليست ضمن الحدود السورية ضمن الأراضي السورية شو رأيك بالخبرية اللي انتشرت على بعض المواقع بتقول أنه في اتفاقية بين حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد أنه طهروا الألمون وخلوها معكم طبعا مش مع الدولة اللبنانية يعني مع حزب الله واجعلوا منها خلونا نقول معسكرات تدريب لقلكم ومواقع موجودة لقلكم هيك بتخففوا عبق عن حالكم ساعتها وعن الدولة اللبنانية أول شيء هيدا الأراضي انتم متوجدين عليها خارج الأراضي اللبنانية يعني دولة لبنانية ما قلع علاقة تتعاطى معكم بشكل مباشر وبتخففوا كمان عن كهل الدولة اللبنانية فكرة أنه هناك ميليشيا عم تتدرب على الأرض اللبنانية وما إلى ذلك في شيء منها هالخبارية؟ ما باري ما عندك فكرة موجودة يعني على مواقع التواصل وموجودة على خلينا نقول مواقع إلكترونية غربية وعربية هلا هيدا تقديرات هيدا إذا حزب الله كان له وجود بسوريا في بعض المراكز إذا كان من الملائم أن يبقى في هذه الأرض ويستفيد منها في مسائل معينة لأغراض عسكرية بأعتقد أنه بالتفاوم مع الدولة السورية ممكن ما هو مع الدولة السورية عمي قتله سواء يعني بس هل قتل؟ شو بدك أكتر من هيك؟ طيب السؤال ما بعرف قديش يقدر تجوبني عليه ماذا بعد؟ حررنا الألمون طهرنا هذه المنطقة زركنا الإرهيبيين بمنطقة معينة قابلة للتسويات إن شاء الله لا ما بيكون فيه تسويات يعني وبعدين؟ بعد الألمون؟ طالما سماعت السيد نصر الله رأي هيكي اليوم بعشي فينا ننطر خمس ست ساعات وبنسمع منه ماذا تقول القرار عنده مش عدي ولكن أنا بتأديري أنا بتأديري عم قولك حسب تحليل الوضع وطبيعة حزب الله الجاي السوري ممكن أن يسيطروا على الحدود السورية والمرتفعات حتى لداخل الأراضي اللبنانية المحادة للحدود أنا الخريطة حافظة يعني في وادي غرب مننا وادي واسع كليا وبتوصل إلى التلالي المشرفي على عرسال إذا سيطروا على المرتفعات المسيطرة على الحدود اللبنانية أقفلوا الحدود السورية أمام هؤلاء المسلحين وحصروهن ضمن نطاق ضيء مباني سيطرة الجيش السوري والمقاومة وتواجد الجيش اللبناني هوني على الدولة اللبنانية كيف تتعاطى معهم وكيف تفاوضهم لاسترجاع العسكريين ولحل مشكلة وجودهم على الأرض اللبنانية لأنه كمان حظب الله يفوت على عرسال أنا باستبعدها حظب الله ما بيعملها ما بيفوت بها وما بيتجاوز خطوط الجيش اللبناني قالنا الجيش اللبناني هو من يقرر هو خلف الجيش هو من يقرر خليني اكتفي بموضوع القلمون وبانتظار اللي رح يتفضل فيه سمحت سيد حسن نصر الله عشية والرسم الحطوط ووضع النقاط على الحروف مثل ما عودنا دائما خلينا انتقل شوي إلى السياسة ده خلينا نحكي سياسة اليوم شوي معك سياسة رح يخلص الوقت بدنا نتقل من ابدأ من كلام العماد مشالعون مباريح يلي كان صادم من أي ناحية من ناحية رواءه نحنا كنا ناطرين مؤتمر صحفي تفجيري للعماد مشالعون وكل هذا هذا الأمر إجا المؤتمر الصحفي يعني يتضمن شيء كان أيله سابقا وإعادة تأكيد على أمور كان طرحها مواضيع كان طرحها سابقا وأعطي هذه المهلة لخمسة أيال هل هي فعلا المهلة أم هي خلينا نقول بطلب من حليفه الأساسي حزب الله يلي قاله بما معنى أنه الوضع هلأ بالتحديد ليس مناسب لهذه العملية التفجيرية خلينا نقطع هذه المرحلة لأنه اليوم الأولوية هي لمحاربة الإرهاب وليس لالتهاق بأمور سياسية داخلية لكن خليني توسع شوي بهذه المقطع طبعا العماد عون أمام ما يجري في المنطقة أنا قلت لك كل ما يجري في المنطقة ردي إلى الصراع مع العدو الصهيوني وكل ما أصابنا ردي إلى الصراع مع العدو الصهيوني وكيف نضمن أمن إسرائيل من تفكيك المنطقة ودخولها بالفتنة وأتلى وكل ما أصاب المسيحيين نتيجة هذه الفتنة ردي إلى الصراع مع العدو الصهيوني لأنه إجا نتيجة الصراع المذهبي وسيطرة الداعش والفرقات المضطرفة التكفيرية فيه هاجس عندما يجري أنا بفهمهم بالتحليل أنه هاجسه خوفه على الوجود المسيحي في هذا المشكل ومعه حق فيه أنا بأيده في هذا الكلام إله حق أنه يخاف على الوجود المسيحي في هذا المشكل أمام ما نراه من توحش وما نراه من تخلف وما نراه من ممارسات لا إنسانية ولا حضارية على يد داعش والنصرة وإرهاب تكفيري و يعني شيء لا يعقل بعدنا ولكأنه في القرون الوسطى أو ما قبل القرون الوسطى بعدنا كل الطروحات اللي عم يطرحها العماد عون هي كيف نحفظ المسيحيين في لبنان المسيحيين في لبنان اللي هن عدديا أصبحوا أقلية وليسوا مناصفة عدديا ولكن أنه وجودهم بظل هذه المعمعة مهدد مثل ما مهدد غيره فأنا كيف المنطقة رايحة أنا بدي أضمن وجود هالمسيحيين في هالمنطقة فكل طروحاته تنطلق من هالمنطلقات يعني تنطلق من وضع الضمان المسيحي ولكن كمان يذهب إلى ضمانة وطنية كاملة كيف نضمن لبنان ببسط لعب السير طبيعي طبيعي فكل طرحه أنه كيف نأتي بحكم قوي بلبنان يضمن أمن لبنان أولا ثانيا أن يضمن الوجود المسيحي بما أنه رأس الجمهورية وقيادة الجاشية للمسيحيين فكيف أن نأتي برأي جمهورية قوي مسيحي إذ راني ياخد قرارات ليس رجل ضعيف يعني يعتمر بأوامر إقليمية وليس بأوامر دولية حتى وبالنهاية بيوضع مستقبل لبنان ومستقبل المسيحيين في لبنان على كف عفريت فهذا طرحه أنه كيف نأتي برئيس مسيحي قوي وكيف نأتي بحضور مسيحي قوي سياسيا على الساحة بشكل أن يكون مؤثرا ويضمن بقاء المسيحيين في هذه الأرض أنا بفهم طرحه وإن كان هذا الوجود يعني فيه منحيين المنحة الأول هي أن نخرج من الطائفية نهائيا ونذهب إلى تنفيذ اتفاق الطائفية ونلغي الطائفية السياسية وننتقل إلى المواطنة ويصبح المواطنين اللبنانيين كلهم لبنانيين مدافعين عن وطنهم لبنان ومدافعين عن كل مواطن في لبنان وليسوا مدافعين عن طوافهم فقط ولكن هذا بظل الوضع الحالي قد يكون يمكن بعيد المنال حاليا الحل الثاني اللي عم يحكيه العماد عون أنه نحن لكن نحن وان رايحين كمسيحيين نحن الضماني لألنا أن يكون هناك قوة مسيحية في السلطة السياسية عبر رأس الجمهورية وعبر المجلس وعبر الحكومة والجيش وما إلى القرية تضمن أمن لبنان وتضمن بقاء المسيحيين على هذه الأرض وأيضا هذا كمان حسب المشاريع اللي هو يطرحها بعيدة المنال اتنين بعيدين المنال فلذلك أنا أقول أنه نحن باقيين في حالة محطوطين في البراد لبنان إلى أن تنجلي الصراع في العراق وفي سوريا ليتقرر مصير المنطقة وربما بس سيدة ما بيمنع بعض الخليل المنوشات على ساحة باليوم إذا ذهب العماد عون بالخطوة الأبعد مثل ما هو كان ملوح وذهب إلى موضوع اعتكاف أو انسحاب من الحكومة رح يمشي معه حزب الله انطر سباحة الأمين العام يعني ما أنا اللي بقرر أنه حزب الله يطلع من الحكومة أو يبقى بالحكومة ما فيه يجاوب على السؤال يعني ما بقدر جاوب على السؤال يعني باللقاء الذي جمع باللقاء اللي جمع سباحة الأمين العام أكيد بس أنا عم خبرك شون حكى بالصحف والعماد ميشيل عون خرج العماد عون مش مرتاح وقال أنه الأجواء اللي طلعت أنه حزب الله سيسير وراء العماد عون بأي شيء بيقرروا بما فيهم عملية الاعتكاف حتى من الحكومة أو أي موضوع آخر لكن فيه شغلتين فيه الاعتكاف من الحكومة وفيه فرط الحكومة فرط الحكومة شيء مش لصالح حدا يمكن شيء مش لصالح حدا لأنه منكون أدخلنا البلد في حالة المجهول وساعتها بطل في عنا دولة حتى تحفظ الأمن بس عملية الاعتكاف بتشكل نوع من الحس صحيح حتى تحفظ الأمن ساعتها داعش بتعمل دولة عنا داخل لبنان وبتهدد الجميع وبتهدد الجميع ساعتها أنا شخصية بقول خلي الجيش هو يعلن حكم عسكري وعلى قليل يضبط الأمن أقلها يضبط الأمن يعمل حكم عسكري ويضبط الأمن بسئوليته حماية لبنان وحماية المجتمع اللبناني أما الاعتكاف أن يكون هناك اعتكاف للضعط السياسي للوصول إلى التسويات وإلى حلول ولكن ليس إلى فرط الدول اللبنانية فرط الدول اللبنانية شغلة خطيرة على الجميع ما ممكن حدا يوصى الله هذا رأي ولنا سمع لأصحاب القرار عمد مشال عون قال مبارح أنه عملية انتخاب مجلس نواب قبل عملية انتخاب رئيس الجمهورية يعني إذا كنا بوقتها وقت اللي كان لازم يكون فيه مجلس نواب قبل ما يصير التمديد كنا عم نقول الجو الأمني بالبلد وهذا الأمر لا يسمح بانتخاباته هلأ شو بنا نقول ما هو ما يطرح بقانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة ولكن المناصفة على أساس منتخابين المسيحيين من المسيحيين يعني العودة تقريبا أنا حتى مش عم روح معك هلأ إلى جوهر القانون عم روح إلى الوضع هل يسمح اليوم الوضع بانتخاب عملية انتخاب مجلس نواب عملية انتخابية جديدة لا أنا ما نشايف أنه يسمح مش هيدا هلأ هلأ أولاد دام الله يشرك بالخير بس ترتهي حياة هذا المجلس يمكن ما يسمى منتظار شوفي شو راح يصير بسوريا وبيبراعراق عم قللك أنا كل ما يجري في المنطقة مرده للصراع مع العدوة الإسرائيلي وسياسة الغرب كيف نضمن أمن إسرائيل بمنع قيام قوي تهدد أمن إسرائيل عما يحاولوا أنه يركبوها في العراق أولا وفي سوريا ثانيا والصراع مع قوى المواجهة كيف تمنع ذلك لبنان محطوط مطلوب من لبنان فقط حفظ أمنك وأستقرارك كي لا تنشأ دولة لداعش في شمال لبنان هيدا المطلوب بغيطاء دولي وبطلب دولي هن اللي يطلب يعطوه شوي من إيده لا يقدر لا يسمح من نشوق دولة بشمال لبنان خصوصا أنه يعني كنا قبل أن أول ما في بيئة حاضنة ما في بيئة حاضنة على ما يبدو في بيئة حاضنة في بيئة حاضنة عم يبين شوي شوي بالتحديد مبارح مع الشيخ سالم الرافع بيين أنه لا في بيئة حاضنة وفي عملية استجلاد اللي عم ينشد الثوار بسوريا مثلا طبعا طبعا هلأ رح أحكي عن موضوع المحكمة العسكرية إذا فرطت الدولة اللبنانية قبل ما فوت عن موضوع المحكمة العسكرية فاتني سؤال بالأرمون بدي أرجع عليه أسألك هو عملية الكلام عن إمكانية تحرك إسرائيل لتدعم شوي حلفاء خاصة بجبهة النصرة انحكى أنه ممكن أنه يصير فيه زنزركه كتير تعمل إسرائيل ضربات موضعية أو شي من هالنوع تتحرك بطريقة ما ممكن تصير هيدا القصة فعالتها إسرائيل سابقة ومع بدء الأزمة في سوريا وعدم قدرة ما يسمى بالمعارضة السورية على إسقاط النظام إسرائيل سعت لاستدراج الجيش السوري إلى مواجه وإن تكون مواجهة محدودة ربما مواجهة ليوم ويومين بالضربات اللي عملتها بالداخل السوري حرب محدودة وقت اللي ضربوا جمراية وغيرها أكثر من مرة لأنه كان ممكن إسرائيل بحرب يومين ثلاثة أن تدمر الطيران السوري مثلا السيطرة الجوية لإله وأن تلحق دمارا بألوية الجيش السوري المدرعة والميكانيكية بالسيطرة الجوية لإله بما يتيح للمعارضة الدخول إلى دمشق والسيطرة على دمشق والسيطرة يمكن على حلب وعلى مدن ثاني فتسقط النظام بقوة المعارضة دون أن يشتاح الجيش السوري الإسرائيلي السورية ولكن بذلك بتكون نقلت سوريا إلى دولة سلام مع إسرائيل حليفة لأمريكا وأخرجت روسيا من المنطقة الإنذار لإسرائيل أتى من روسيا من بوتين اللي اتصل بناتنياهو وأبلغوا أنه إياد حذاري إذا هدت أمن دمشق أنت عم تهدد أمن موسكو ونحن على استعداد فورا أن نزوج سوريا بصواريخ اسكندر وصواريخ اس300 ونقلب المعادلة العسكرية بين سوريا وإسرائيل وانكفأ نتنياهو عن التدخل في سوريا عادل التدخل في المنطقة الجنوبية لهو يسعى لإقامة حزام أمنه بالتعاون مع الأردن وجبط النصرة وبعض المعارضة في سال حوران عندما دخل الجيش السوري إلى هذه المناطق نبعا إسرائيل ضربت الجيش السوري بذريعة أنه يدخل إلى منطقة الفصل لوفق اتفاق 73 غير مسموح للجيش السوري الدخول إلى اتفاق فصل القوات في منطقة نومازلان بين الاثنين وعندما دخلت المقاومة حاولت الدخول إلى هذه المنطقة أيضا حصلت حصلت القنيطرة اللي منذكرها اللي استشهد فيها جهاد مغنية وكان الرد بمزارع الشبعة وكان خطاب السيد الشهير أنه نحن متفلتين من كل التفاهمات الأديمة والصراع مفتوح على مصرعها في أي مدان وأي تجاه الآن إسرائيل من الطبيعي أنه كل ما ضعفت المعارضة أنها تحاول تغذيها ولكن تدرك أنه تغذيت المعارضة لإسقاط النظام فيها مواجهة مع روسية وهذا لا تستطيع إسرائيل يعني بتقدر بحدود معينة لن يسمح لها بأن تتجاوز بالأرجح هي في المنطقة الجنوبية لإكمال الحزام الأمني لإسرائيل الأرجح في هذه المنطقة بتحد من تدخل المقاومة أو تدخل الجيس السوري لتتيح للمعارضة أن تستمر بالتعاون مع إسرائيل وتوسع وتثبت ركائز هذا الحزام الأمني وتثبت تمتن العلاقة مع إسرائيل أكثر تربة علاقة مثل ما حصل عنا بجنوب لبنان بالشريط الحدودي كيف نبنى الشريط الحدودي بدءا بعلاقة طبابة ومن علاقة التطبيب انتقلت إلى ما هو أكثر وأكثر 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 وصلنا إلى التعاون العسكري بالنهاية والسيطرة على الأرض هلأ هذا ممكن لإسرائيل هلأ بمعارضة الألمون أنها تدخل بالألمون تحديدا هي أحيانا تدخل لتقصف هدف معين بذريعة أن هذا سلاح ينقل لحزب الله فأن تدخل لضرب هدف لحزب الله في هذه المنطقة بذريعة أن هناك سلاح كاسر للتوازل استراتيجي ينقل إلى حزب الله هذا كان وارد قبل عملية نيطرة والرد بشبعة أما بعد عملية الرد بشبعة فيه كلام إسرائيل بدأت تاخده بعين الأتبار تعمل حسابات بدأت يكون فيه رد بدأت يكون فيه رد حتى لو كان من لبنان من منطقة مزارة شبعة حتى لو بده يطال أهداف إسرائيلية ليست بالضرورة تكون جيب عسكري بدأت تدرك ذلك أن المعركة أصبحت مفتوحة على مصرعها وعلى كل احتمالات على كل احتمالات عندما تضرب عليها أن تترقب الرد لحتالي نختم بما تبقى دقائق عندنا بعد جنرال أيما لأيامي اليوم بعد عملية الحكم على الوزير السابق ميشيل سماحة أربعة سنين ونوص لا مش هتهرب بالنسبة الموضوع أيما لأيامي على المحكمة العسكرية والأحكام وكلنا سمعنا ما في لزوم نرجع نسرط شو نقال من وزير العدل وأشرف ريفي وغيره وكل الكلام علما أنه تراجعا كان قبل بده يلغي المحكمة الدولية المحكمة العسكرية هلأ عم بيقول لأيين وضع لأسوص جديدة وضوابط جديدة بهالإطال شو رأيت أول شيء مسلنا رأيكم كقوة ميناء أدار وهي شيء بموضوع كتلة بيان المقاومة ببيان الأسبوع الماضي أبدت رأيها بهالموضوع هي عدم التعرض للقضاء وعدم تسييس القضاء بما يخدم مصالح سياسية أنه إذا الحكم بيخدم مصالح السياسية بشوفه عادل وإذا الحكم ما بيخدم مصالح السياسية بشوفه ظالم ضمنها المنطقة هذا يعني كلام كتلة الوفاء للمقاومة كان ضمنها ضمنها السياق هذا واضح أنه بالنهاية أنا ماني جاي لدافع عن ميشيل اسميح ميشيل اسميح حيث أخطأ يجب أن يعاقب يمكن ولكن أنا ماني خبير قانوني ولاني محامة ولست قاضيا ولكن أنا سمعت منقضات وخبراء في القانون قالوا الحكم اللي صدر على ميشيل اسميح ليس حكما قليلا لأنه هو نائل متفجرات ولم يقدم على الجريمة يعني مرح حط المتفجرات ليفجرون بسهده مش مبرر ولم يفجر عراسي بالعين مش مبرر يمكن يتراجع عنها بآخر لحظة يمكن يتراجع عن ارتكاب الجريمة بآخر لحظة وهؤو المتفجرات يتمرون فأنت الجرم ما حصل أو مرح وزرع العبوات لا ينفجروا منقول دخلت في مرحلة النية لارتكاب الجرم حتى لو زرعت العبوات ممكن ما تفجر بآخر لحظة تتردد بسهي مجلد بسهي مجلد هيدا بحد زيته في أعمال مشابهة لإلو في أعمال مشابهة لإلو صدرت بأحكام أقل صدرت بأحكام ثلاث سنين وصدرت بأحكام سنتين لما بيكون في أخطاء من هالنوع صارت هل مفروض أنها تنسحب على 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 كل ليش ليش ما نحكى فيها ولا صار عندنا حتى بالجريمة حتى بالجريمة صار عندنا عملية ست وست مكرر هذا كلام هذا كلام كتلة الوفاء للمقاومة أنه عدم التعرض عدم تسييص القضاء بحيث أنه إذا الحكم أنا لصالحي أنا بشوفه عادل وحيث هو ما نعجبني بشوفه ظالم وبهجم القضاء عطاء القضاء استئل له وليحكم باسم القضاء إذا في خلل بده الصليح بيصلح ولكن عدم الهيمنة على القضاء وتسخير القضاء بالهيمنة أنه يتسخره مثل ما نحنا بدنا ولا نحنا من قيم الدنيا على رأسكم ومنحكي الكلام اللي بان بين حكى الكلام فيه كتير من يعني كان يعني ما بدي أحكي على التلفزيون خلينا نقول كلام كلام اللي بقى أشرف ريفي بتحديد يعني هو يلي كان بالواجهة أكتر شي وهو يلي تناول الموضوع أكتر وهو يلي سرب خلينا نقول الفيديو يلي فيه كلام لمشيل سميحة بيقول أنه هذا الموضوع ما حدا بيعرفه إلا علي مملوك والرئيس بالنسبة لإلي كل المحاكمة هي محاكمة نقصة ما لم يأتي الكفوري إلى المحكمة ويسأل أمام القاضي أنه كيف ركبت وكيف حيكت هذه المؤامرة الكفوري مكلف باستدراج اسماحها لاستدراج النظام السوري لإيجاد محكمة دولية جديدة للنظام السوري غير محكمة الرئيس الرئيس الحريري بمسألة أبنية كبيرة بتهدد أمن أمن لبنان واستدراج لألا مشيل سميح يعني كان بيتحمل مسؤولية عمله بالنهاية ولكن قالوا أنه كفوري لا ما بيخضع للمحكمة لا يروح كفوري على المحكمة وخلي التحقيق يبين كامل الحقائق هل كان في مؤامرة من فرقاء لبنانيين على الدولة السورية واستخدم مشيل سميح وكفوري استدرجوا لطوريته في هذا العمل للنايل من الدولة السورية الدولة السورية أم أنه لا ما كان هذا موجود طالما ما جبتي كفوري معناها كل المحاكمة أنا بالنسبة لألي محاكمة نقصة وبشكوم فيها بالنهاية لأنه أنت ماكشفت كامل الحقائق هلأ بالنسبة للحكم أربعة سنين ولا خمس سنين ولا ثلاث سنين أنا القضاءات قالولي أنه هذا حكم عادل ولا يستحق أكثر من ذلك نظرا أنه هو نقل متفجرات ولكن هو لم يقدم على وضع متفجرات أو لم يقدم على عملية التفجير طبعا بالقانون أنا ما بعرف يعني ولكن بدي أقول كلمة الهجوم على المحكمة العسكرية هذا اللي بدي أقول يوم في محكمة عسكرية ما بتلغى ما حدا بيقدر يلغيها ما حدا بيقدر يلغي محكمة عسكرية بالنهاية فيه كيف تحكم العسكريين أنا إذا مدني سرع هذا الألم طب اليوم عمين قال أنه خلص فلتتخصص بمحكمة العسكريين وتترك الأضايا الأخرى للقضاء العادي وليس ماذا عن القضايا الأمني التي تنالد أمن الدول اللبنانية مين بيجيب هذا الجاسوس مين اللي بيلقطوه الجهاز الأمني طبع القضاء ولا الجهاز الأمني طبع مدريت المخابرات اللي بيلقطوه الجهاز الأمني لمدريت المخابرات هو اللي بيلقطوه للجاسوس وهو بكافحة تجسوس عنده شعب المعلومات وعنده جهاز المخابرات وعنده المكافحة وعنده كل ما إلى ذلك وهو من يجري التحقيق الأول معه لا يكشف معطيات تجسسه وعلياته بالعدو وبعدها يحال إلى القضاء طيب ما الدولة ما الجيش والقوى الأمنية هي المسؤولة عنه هني بقوله أنه بيقدر القوى الأمنية تعمل كل هيدا الشي ونوصل لنقطة القضاء يحال إلى القضاء المدني وليس القضاء العسكري ما ديكت عدلة بالقوانية يمكن هير عم يحكي فيه اللواء الشفري إذا فيه تعديل بالقوانية بالأول عم يحكي بإلغاء المحكم يمكن يمكن عم بالأول باتراجع بالأول بيدي بإلغاء المحكم العسكرية ما أنا عم علق على كلمة إلغاء المحكم العسكرية المحكم العسكرية ما بتلغى أنا عم أقولك أنه إذا كنت عسكري إذا كنت مدني وهذا الألم السرقتي مني إنت القاضي يمكن يقولك أعطيه حق وقوم يفللي منه ماشي ولكن إذا كان عسكري وسرع هذا الألم بينحكم تسريح طرد من الجيش لأن عقوبة شأن السرقة حتى لو كان هذا الألم عقوبة شأنه فيه محاكم عسكرية تختلف عن المحاكم المدنية وفي مقاييس للأحكام والإنضباط هل نقول أنه موجودة موجودة بكل دول العرب بما فيهون أمريكا وروسيا وهذه الدول اللي منقول عنه حتى في حالة الحرب في حالة الحرب وتعلن أحكام حالة الطوارئ المحاكم العسكرية ممكن تتحول إلى أحكام عرفية ويصير فيه أحكام عسكرية فورية أحكام ميدانية بصير بصيري بحالة حرب فالمحاكم العسكرية ما بتلغى هلأ بتتعدل بعض منه إذا فيه شيء بالقونات أنا ماني خبير عنه ممكن هذه الكلامة ولكن التهجم على المحكم العسكرية بيعشك بعتقد أنه غير لائق أن يصدر من مسؤولين سياسية لا من الوزير مع معزتي ومحبتي لأله هو صديق ولا من النواب والكلام اللي صدر عن بعض النواب كان فيه إسفاف بحق رئيس المحكم العسكرية وبحق القضاء وبحق هيئة المحكمة من الضباط هذا كلام لا يليق أن يصدر عن مسؤولي سياسي بهذه الدولة اللبنانية كلام كتير شعبوي لكسب بعض الجهلي في الشارع يعني شفنا ما رأيك شو صار بترابلوس ولكن ليس بأسلوب أخلاقي لا طب كلام أنا في شيء شغل لي رأسي كلام سالم الرافعي مين بيحاسبوا علي هذا كلام منه هيا يعني الكلام اللي نقال ما بعرف أو ما بدون يسمعوا أو سمعوا وطغضوا استجلاب ثوار سوريا إلى لبنان الذين لنا في رقبتهم دين لطالما أننا ساعدناهم وذلك لكف الظلم عن شباب أهل السنة لنا ثوار في طرابلوس يعني يساعدوا هذا كلام مين بيحكي فيه مين بدأ فيه مليه اللي اعترف أنه ساعدهم هذا اللي بدأ فيه مدة عام التبييس ياخد قرار طالما هالكلام نسمع على شاشات التلفزيون كله سوى ياخد قرار باستدعاءه إلى المحكمة إلى التحقيق ويسأله شو قصد بها الكلام وأنت عم تهديد أمن الدولة اللبنانية وسلامة الدولة اللبنانية يبدو مثل ما استمعنا بمقالة زميلنا رضوان مرتضى بالأخبار يبدو أنه الاعترافات اللي صايرة على سلم الرافع هي قصة كبيرة يعني وعم يعمل ضربة استبائية قبل استدعاءه للمحكمة العسكرية أو وزير العدل اللي اعترض على حكم المحكمة العسكرية يوعز كما أوعز لمدة عام التمييز أنه انقود الحكم وهذاك يوعز لمدة عام التمييز يقول له استدعي سلم الرافي الشيخ سلم الرافي واسأله شو معناتها الكلام اللي بيهدد أمن الدولة اللبنانية كل أسف نحن بلبنان قلتلك نحن عم ندور بلبنان عم نقاطل بعضنا البعض وما طالع بإيدنا حل قضيتنا القضية هي قضية الصراع مع العدوة الإسرائيلية لبنان محطوط بالبراد إلى أن تنتهي المشكلة في العراق وسوريا ليتقرر مصير المنطقة للأسف انتهى الوقت كان عنا إذا منخفف أو جاء عراسنا بيكون أريح لألنا ولا شعبنا لأن احنا غويين وجع عراسي منحب هذه الأمور ما لدينا مشكلة ما منعرف أن نعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله للأسف ما فينا ما منعرف نعيشها هيدا الحالة غويين ألأ ما فينا أنا أريد أشكرا كتير ساعدة نائم الوليد سكرية عضو قتلة الوفاء المقاومة جنرال مرسي كتير على تشريفتنا ومشاركتنا بهالحلقة مشاهدين الشكر الكبير لألكن ولا متابعتكن إن شاء الله بجعب لتقي فيكم بنشرة الدور موسيقى موسيقى